في مشهد يعكس مأساة إنسانية مستمرة ومعاناة كبيرة للمدنيين، فقد مدني حياته وأصيب ثلاثة أطفال بقصف للاحتلال التركي والفصائل الإرهابية تابعة له على ريف حلب شمال سوريا. وكالة هاوار السورية أفادت بتعرض قرية حليصة بريف حلب الشمالي لقصف من قبل الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية تابعة له، ما أسفر عن فقدان مدني لحياته وإصابة ثلاثة أطفال حالة أحدهم حريجة. جاء القصف بعد ساعات من تعرض قريتي أقبيا وسوغانكا التابعتين لناحية شيراوة بريف عفرين لقصف بقذائف المدفعية من قبل الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية دون ورود معلومات عن الأضرار التي خلفها القصف. كما تعرضت قرية الحرية بريفة الأبيض جريسبي لقصف بالأسلحة الثقيلة دون ورود معلومات إضافية. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية استهدفا بالمدفعية موقعا لقوات الحكومة السورية في قرية بير عرب بريفة الأبيض جريسبي دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. من جانبها قالت مصادر محلية أن الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية استهدفوا خطوط الكهرباء في قريتي قبور القراجنة والشيخ علي بريف تل تمر شمال شرق سوريا، ما أدى لخروج محولتي كهرباء عن الخدمة. ترجمة نانسي قنقر